اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجامن خلقناه من قبل من نار السمو وقلنا ان قصة ادم تكرر يذولها في القرآن تكرارا يؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها فليس فيها تكرار وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اخبر الملائكة بالخلق قبل ان مباشرة وبعد ذلك باشرة وطلب السجود من الملائكة الادم وقلنا علف ذلك وقلنا ان ابليس استثنية من السجود امتناعا واباء واستثبارا وعوكب على هذا اذا فهمنا ان الذي يعاقب على مخالفة امر لا بد ان يتحقق اولا انه مكلف به والله كلق الملائكة اذا ما دم عوكم ابليس على انه لم يزد والامر كان للملائكة يبعي ابليس من مين انما دب لي التزاق انما اذا جئنا لآية اخرى تعارض ذلك بنص صريح واذ قلنا للملائكة تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه يبقى المسألة انتوا يا كلام يبقى النص حكم بانه ليس من الملائكة بل هو من مين والجن جنس مختار كالانس يمكن ان يطيع وممكن ان هو يعصد طب وايه بقى اللي خلى الجن والله كونه اخذ على انه لم يزد يدل على انه كان في حضرة الملائكة ومدام كان في حضرة الملائكة انا اقول ليه ايش معنى ده كان في حضرة الملائكة مع انه من جنس اخر هل لك لان الملائكة عباد المكرمون لا يحصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اذا فالطاعة فيهم جبلية ولكن الجنس والانس مختارين الانس والجن مختارين يسمعون التكليف والله اعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم فان شاءوا اطاعوا وان شاءوا فاذا كان ابليس قد اتفع الى منزلة ان يكون مع الملائكة يبقى ما الذي تستنتجه انت من هذا يبقى لا بد انه التزم وهو مختار ما التزم به ملائكة وهم غير مختارين يبقى صح ان يقول ايه في صفوفين بل قالوا انهم كانوا يسمعون طاوز الملائكة والطاوز ده الحيوان اللي يردينه يختال بشكله وبين الايه الحيوان طب هو يختال ليه يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل وحملت نفسي على من اجربي كما حملتم انتم انفسكم على من اجربيكم يعني غرضوا الاني ولا انتم اللي اللي الزم نفسه بان يفعل ما يفعله الملائكة بانه يكون ايه هوامر ربنا ماشي علي مع انه مختار قال لك يبقى اذا ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكريم لانه استرى بقى مع الاطهار مع انه صالح بانه ما يكونش كده قال لك طيب اذا نعتبر بذلك مساوي يا نعتبر اعلى لانه معه اختيار ومع ذلك الغاء يا نعتبر يا شيخ ابنى منهم برضو بس اه جن ولو شن زي الملائكة هتعتبروا اي واحد من دول ما هو ما فيش يعمل هو انزم نفسه بمناج الله مع انه مختار في ان يقالب نقول بقى زي الملائكة هادي واحد واحد يقول لا ده زي اللي بقى احسن ليه قال لك لا دول مش مختار انه ده مختار يبقى الادل اعلى طب معه جن برضو يبقى الادل ان عملته اكتر ولا مساوي ولا ادنى نشوف الحكم بعيد اذا كان هناك احلى في الطاحق ثم صدر امر للادنى منه يبقى الاعلى هلتتم ولا ما هلتزوش يا الله انما الانتزام ايه بالنص ولا كده بالانتزام طب ان كان زيهم يبقى برضو ايه طب ان كان لسه على جنيتهم التي هي دول ايه دول الملايكة يقول له يا شيخ والله المسأل الاحد احنا هنضرب مسأل هبقى ان مسأل الوزير جيه وقال لهم ده رئيس الوزارة هيجي دول الدوان بتاعه فاذا دخل المدراء عمميين لازم تكت بلوك كده وتحيوك مش عارف ايه مرغيب الله وناس تانين كانوا موجودين مش مدراء عمميين ثم دخل رئيس الوزارة مفاجئ فقاموا يحيوه يبقى اللي ادنى يقف من باب اولى يبقى يقف من باب اولى يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه ان بالعلوم وان بالمساواة وان بالدنوب كان لازم يعمل ايه لكن هو مرضيش طب مبطلش مش هو جني ومختار ام قال لك يا ريت وما عملش بس ده علل عدم العلم فلما ربنا حبي يعرض المسألة دي كله ايه مرة يقول ابا في اية ومرة يقول استكبر في اية ومرة يقول ابا واستكبر ومرة ما يقولش لا ابا ولا استكبر يقول ما كان انا اصعش ان انا اسجد لي اذا ففيه اباة ان هو فيه اباة منفرد واستكبار وفيه جمع بين الايه الباقي والايه الاستكبار ايه الفرق بالاثنين ام انك ما تفسرش اباة ان هو استكبار لازم الاباة له معنى والاستكبار له معنى لان واحد قد يقبى ان يصنع الشيء انما بدون تعالي خلاص وواحد يستكبر يبقى الاستكبر ده معناه تأدى للكيفية الاباة انتناعة عن الفعل الاستكبار ايه كيفية الاباة كيفية الاباة فمرة يجيبها ابا ومرة يجيبها استكبار ومرة يجيبها استكبار ومرة يجيبها ابا وايه ابا واستكبار لو ابا او استكبر أليس ده مختار؟ طيب مختار مدام مختار؟ المختار ده مش صاحب يتعوي عصد طيب هو عصد مش كان بقى الأزام بقى يؤدي قال بقى أمالك لا ده العقوبة مش على كده ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار قال له لم أكل لأسجد لبشر وحيقول في الثاني انني مخلوق من نار وانت مخلوق من وآدم مخلوق من وانا خير من اذا الامتناع امتناع معلل امتناع معلل كأنه فاهم ان عنصر المخلوقية اللي عين خلق من هو ده اللي بيدي للوحد قيمة يقول له لا يا سيد ده القيمة جامش من ناحية نفاسة العنصر لا ده من إرادة المعنصر يجيب لك من الأدنى ويكله أعلم معلم القول فعرفينك يا سلام ده فلان ده يعمل يمسيك شرقات الله يبقى إذا المسألة مش جنس مش ايه مش جنس لا ده المسألة إرادة الله أن يكون هكذا يبقى كونه طين ثم من قال لك انه الطين ها انه راح سمينه مين قال لا يقال في شيء احسن من شيء إلا إذا استوت المصلحة تقيمة وده لهجها وده لهج ايه وده لهج ايه ما تقولش ابدا ما تقولش دي ابدا تيجي تقول لك مثلا المايا البردي ولا المايا السخنة ونقولوا لا دي لها مهمة وده لها ايه وده لها مهمة لا يقال في شيء احسن إلا إذا اتحدث ايه الطين لهو مهمة اه والآله مهمة فإذا كل واحد في مهمته ولذلك احنا قولنا في توزيع فضاء الى الخلق على الخلق ما تقولش ده أحسن من ده لأن مدام دي حاجة محتاجن لها خلاص بقى هي هي قد بعضها تماما اللي عمال بيعلم الطلة بالدهر واللي عمال في المعجنة ايه يعمل الطين ونبقى مهمة نعزين ما يقولش دي احسن ولا مدام ما يحسنش مدام الامر محتاج لمين محتاج لي ده ولا ده يبقى مفيش احسن يبقى كلمة انا خبره منه وخلقتني منش عارف ناره وخلقته من طين يبقى برضه كلمة ثم الخيرية التي ذهبت اليها مدام اتحبت من المعنصر والمعنصر قال لك ايه يبقى لابد ان ايه هو يبقى فيها القطاع يرميه طب ليه بقى طب الملايكة قلنا الان دول حيبقوا خدمته حيبقوا مين كأن الله يريد يا شياطين يا جن يكونوا متعاونين على طاعته وعلى بربيه يبقى يبقى مرة ابا مرة استقبى مرة ابا وايه استقبى تيجي لا اعطى تانيا مرة يقول من طين طيب ومرة يقول من صلصال ايه ومرة يقول من حماء ايه ومرة يقول في العمور والله خلق كل ذاقة من ماء يقول برضو الناس اللي عملين يدعبسوا في القرآن ولك يا اخوة مرة من ماء ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حماء مسنون ومرة تقول له الله الامر الذي تتعدده مراحله يبقى متناقض ولا متكامل متكامل طب ما هو اصل الاصل ماء ايه وبعد انه يتحطط على تقطرات بقى طين ولما بقى طين سبناه شوية للمعجنة ما نسيبه كده يقول له مطيخ مر تقوم ايه يبقى يسود كده يبقى زي الحماء ومسنون ريحته تتغير وبعدين ينشط يبقى صلصال وبعدين نحلقناه يبقى فخار يبقى ايزا كلها ايه مراحله لشيء واحد فان قلت من ماء صح قلت من تراب هلقاكم من تراب هقول له من طين صح من صلصال ايزا دي اسماء ايه اسماء مراحل المراحل دي طب وليه اللي جو من الحكاية الطويلة العديدة دي الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا خضية في خلق الاشياء قال لك الذي يخبرك عن كيفية الخالق الخالق للمخلوق اللي قال اولي قولك ازاي انما المخلوق عادقوله انت ان خلقت ازاي ازاي تجيبين ما في الصمعة نقدر احنا نسألها اولا انت اتعملت ازاي انما نسأل مين صالح ازا فلا مصدر لمعرفة خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفة خلق السماوات والارض الا ممن خلقه هو اللي يقول انا خلقت اي كذا وكذا اذا انت كان هنا يقول لك واصل السمس قد عدد وبعد انضر وانفصلت منها الارض ولا من مش عارف ايه واصل كان السدين واصل مش عارف كان البيان كلام دا كله ولذلك الحق فطم هذه المسألة وقال المؤمن به لا يستمع الى غراء من هذه الغراءات ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يبقى حتين اتنين ما شفوهاش خلاص مدام ما شفوهاشي يبقى العلم التجربة بتاعهم اللي بيعملو دا ما يشملهمش ولا يدخلش المعمى ليه لان انا اللي خلقت وقلوا يقول وما كنت متخدا مضلين عرضا تلا باعجازات الغراء على ان قوما سيأتون يقول السمن خلقت كذا والشمس الخلقت كذا والامر الخلق كذا والارض مش عارف بردت وبردت وككرمشت وما كرمشتش كأن الله اخبرنا انكم ستستمعون الى لغو ملاحدة في كيفية خلق السماوات والارض وايضا في خلق انفسكم اصلك اصله ارد مش اصله ارد والكلام اللي بيعملو فقال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وإياكم ان ازمكم تستمع الا المضلين معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على انه الحق وهو الباطل لو لم يقولوا ان السمن خلقت كذا والانسان اصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يعني يبقى لا مدلون ما يبقى لهاش مدلون اذا هم اعانوا على اعجاجات القرآن هم نفسهم ايه شاعت ما تسمعه تقول لي يا سلام اقول القرآن قال لي ايه قال الحكاية انه قالوا وما كنتم مضلين مضلين لانهم يلون الناس عن الحق الى مين في البر يقول انا ما كانوش وياي حتى اقول انهم اخبروكم من ورايا وما كنتم مضلين ايه الذين يخبرون لكم دي الخلق ابر اذا الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له او من شاهد من خلق ومدام الكل كده المخلوق يبقى محاجد الشاهد يبقى ليس لنا الا علم من مين من الحق سبحانه وتعالى والله اراد ان يعلمه الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يتركه في محساة الحياة ومادية ما يثبته صدقه في غيبياته يقول لك من الايه ايه كده دليل على احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يقضل له قانون ولما ينام له قانون تاني ولا لا طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارفينه وكلف بتاعه فالبيد حلوي وشوف ده يا ضعم ده عينك مغمضة اذا في مرحلة اليوم دلت على ان في وسيلة ادراك من نفس الانسانية غير العين ووسيلة ادراك من نفس الانسانية فاذا حدست بشيء بعد ان تموت تقول لي اخمه صح اذا كنت تاني لما بنام بتجيلي اشياء في اليقظة متتقتاش وبعد ذلك اشوف وان اعناية مغمضة يبقى اذا كل شيء له ايه لقع له فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي وما الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقلب المعنى عشان الشطان لا يجب من فضل له في ايه في انفرقيابهم وفي تشكرهم فقال لك تعالى بقى انا مغمضة من ماء كل ذبة من ماء ومرة انتلك من تراب ومرة انتلك من طير اخذ بقى شوف لي المسائل دي متردبة زى طب مهم ميا طيل ان وقفت عند مرحلة انقول المرحلة اللى بعدها تقول ترات المرحلة اللى بعدها تقول ايه طير المرحلة اللى بعدها تقول الطن تغير وعشة وبعدين بقى نشفتو بقى صلصال كده زي المعمل والبتاع دي وقدم بقى فقار وقدم نفقت فيه الروح شو قال كلم قال فاذا سويتوه ايه ويبقى اقل من خلصال ايه اني خالقه مباشرة من طين فاذا سويتوه ايه ونفقت فيه من روحي فقعوا له مساجدين يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحلة ايه ربنا بيقول لنا على امر غايبة نقول له كذا وكذا وكذا طب ربت بالمراحل انهل لأسه نقول لك مية جراب طيل همأ مسنون صلصال كالفخر وبعدين نفقت الروح ده عملية البناء بناء الانسان قال لك انتو عندكم قضية هذه القضية انك اذا اردت حين تنقض شيئا نقطعه على عكس بنائه افرض ان احنا بنعمارة بنعمل ايه الاول؟ الاساس وبعدين ن reacts الدور الاول والدور التالي وال الدور التالي والدور والضاونا فاللي بيجي الاخر اه? هوا؟ وعايزين لي اهه الدباقه الله اذا بنقض كل شيء نأتي على عكس بنائه؟ طيب الحياة اللي ربنا اجا composان روح جعلنا روح اخر شيء. طب نشوف الموت. وهو الموت نقضي الحياة. الموت جي على اي ترتيب. اللي جيه الاخر نفكته فيه من روحه يطلع. بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمله الحيوية يروح مشطق يقولك ده شطق. بقى صلصاري. هادي المرحلة التابعة. وبعدين يرم. يرم بقى يترى كده. وبعدين يعفر ريحته تطلع. وبعدين شوية الماية يطلعهم وصوية التراب يبقى. يبقى جاء الموت على عكس الايه? يبقى اذا الحياة لم نشهدها. ولكن الله اكبرنا بها. ولكن الموت نشهده. فاذا صدق الله فيما نشهد في النقيض 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 النقيض. نبقى نقوله وانت صادق في ما لم نشهده من غيبيات الحياة. الله 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 الله. شيء اخر. ان الله يترك لطموحات العقول البشرية ما يؤكد صدقه في الاشياء التي غابت عنها. مشان لما ربنا يديك قضية حسية كده وبعدين يديك قضية غيبية يقول لك ايه طب انت عا تكذب دي ايه 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 طب ما ايدي زي ايه. احنا خلقنا من الايه? من الارض. ميا واضراب وبقاطين الى اكرو. واستبقاء حياته واستمداد وقاء الانسان وذاته من الارض. كل حالة سواء كانت ضروريات حياء او طرف حياة من مين? من الارض. في الارض انواع. ارض تعطي لنا الخوت. وارض تعطي لنا الوسيلة الى اعطاء الخوت. وارض تعطي لنا طرف الحياة. اللي احنا بنكتشفها دلوقتي في الجبال من المعادن الندرة واللي مش عارف وايه وايه وايه. ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه? ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة. طب انت اني عايز احرط الارض. احرطها بايه? من احرقت انا عايز الحديد. يبعيزا في الجبال يطلع لنا شوية الحديد كده ويخلنا نعمل منه ونعمل منه ونعمل منه. طب الهقوة المباشر بقى اللي بيستقاء الحياة كل دي هو ساعة. الهقوة اللي بيهو الحياة بيجي منين? بيجي من الارض الخصبة اللي احنا بنسميها محفظة. ارض الخصبة اللي احنا بنسميها برقض منها الزرع دي هي اللي تبطينيه القتل مباشر. لان احنا قلنا فيه رزق مباشر وفيه رزق غير مباشر. المال مثلا هو رزق بس مش مباشر. انا مش حاكل فلوت. انما انا حاكل رغيف عيش. انه قعدت في صحبة ومعاها جبل ده. ولا نقيم رغيف العيش هيبقى اغلى منه. الله يبقى فيه رزق مباشر. رزق المباشر ده بيتقنية. ام بقى لك استبقاء الحياة. ام بقى لك لازم يكون من جنس المادة اللي انت اتخلقت منها. فخصوبة الامر اللي احنا فيه. اللي اخد منها الزرع دي. ايه نفسها اللي احنا بتاعتنا. اللي احنا مخلوقين منها. ولذلك العلمة لما جمت. يحللوا تكوينات الانسان. امحللوا تكوينات اللي مكونة للانسان وجدوها ستتاشر وانسر. عناصر القوم كتيره. وصلت في جدول من ديليبري مئة وطلعتاشر. انما المهمة العناصر اللي تنفعلي في الايه? في تكوين حياتي. انما انا ستتاشر بس. اولها المكسروجين على نسمي. وبعدين الكربون وبعدين العيدروجين وبعدين النتروجين وبعدين الفلور وبعدين الكولوم وبعدين الكابريل وبعدين الكالسام وبعدين الماغنسيوم وبعدين البوتاسيوم وبعدين الصديوم وبعدين الفوسفور وبعدين الحديد الله وبعدين المنجنيز وبعدين السيليكون كل ستتاشر عناصر دول. هو اللي بس بتختلط في النسب. اعلى نسبة الاكسوبيل واقل نسبة المنجنيز. والباقي بقى ده عشرين المية ده خمتاشر مية ده ربعتاشر ده واحد المية ده نصر المية ده مش عارف ايه? تكون. ساعة ما تتكون الاجزاء دي تطلع مين? قوام الانسان. بس اختلاف مشخصاتنا ده بقى زايد عمد الكربون شوية ده زايد عمد الكالسيوم شوية ده زايد عمد الفوسفور واحد صحته مش مستقيمة او يقول له رو خلب يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه يبديو له اللي ناقص الله. از انت القوام الحياة المستقيمة ستاشر ستاشر عوزين. ده لما حللوه بالانسان. لما حللوه التربة المخصبة المنتجة للزرور وجدوها هي بعينها ستاشر عوزين. فكأن ربنا لما انا لخلقتك من الطين لا صدقتها ايه? يا ربي? لانك اقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الايه? في عالم الغيب. الله خلقتك. ولقد خلقنا الانسانة من صلصال من حمأ مسلول. والجنة خلقناه من قبل من نار السمون. السمون اللعب اللي مانيش ايه بخان؟ يسمون سمون لانه يتلصص الدخول الى ايه? الى مسام الى مسام الانسان. هنا بقى صحيح العنصر له تأثير في مقومات حياة كل واحد. اللي مخلوق من تين هتبقى عملية افطينية فيه. واللي مخلوق من نار. برضو عملية النارية فيه. افطين. اذا قلنا زمان اذا كانت انسان قاعد في الحجرة. والحجرة التانية فيها تقفاح ولحمة ومش عارف ايه. وقاعد كده والجدار. اه يتعدى شيك منها في الحجرات الكهرة اليك? طب افطين ان فيه جدوة نار وراء الجدار في القوضة التانية. بتعملت كده على ما تعمل المسام اللي بين الجدار كده وتلقيبت تلاقيك انت عملت كده يعني اكنك شعرت بايه? الله. اذا فكل كده من الاجناس يأخذ خصائص تكوين. لذلك كان قانون الجن اخف واشف من قانون الجن. يقول انه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونه. ويقول لك ايه ان يقدر ينفذ من الجدار? ايه ما ينفذ من الجدار? ماهو النار تلعت من السلعة من الجدار? اذا فلما يكون عنده قفة قوانينه وقدرة قوانينه على على الشيء? دي نشأة من ايه? من العنصر اللي هو مكونه. انما الممنوع ان تقول انه خير من هذا. اذا له ايه? وده له ايه? لو مهمة. الشيء مدام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه? ما يقارنش ليه. ابليس نظر الى هذه. لانه انه بقى قدرة بالنار السموم. يعني النار السموم ايه? لان نداته خصائص ايه? انه هو هلقى منجود ويشوف الناس والناس ما تشفهوش. ولذلك في قصة سيدنا سليمان واملا وسبق لما قال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قولوا قبل ان يأتوني مسلمين ذلك على انه عالم انهم في الطريق الى. ومدام هم في الطريق الابلقيس والقوم بتروعه في الطريق وهو يريد ان العرش بتاعه يجي من سبق قبل هم ما يوصلوا. طب انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول. ويحل العرش. خلاص? ويحمله وبعدين يجي. وقبل ما يجو دو كان. يبقى ديه قوة عادية بقى. ده دو كان في الطريق ايه لنا? يبقى ما ثابت المروح ما ملغية. ما ثابت حل العرش ملغية. ما ثابت تركيب العرش ملغية. كل دي ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الانس العادي. لانها مش في ايه? مش في مقهورة. ولم يتكلم الجن العادي. وانما تكلم عفريت من الجن. احنا قولنا زبان كنة عفريت من الجن كأن الجن برضو فهلا بكة زينك. فهجينا عفريت. ولذلك اللي احنا من الجنون ده هذا عفريت. يعني ايه? ما اصح فيك كده. انا اعتيك به قبل ان تقوم من مقابك. يبقى له زمن ولا لأ. اللي عنده علمه من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطرة. انا اعتيك به قبل ان يرتبع اليك فاربو. فلما رأيه مستقرا ايه? مستقرا عنده. اذا كل يجين سلو قانون. ابلسي من غباءه? نظر الى الخيرية في معطيات العنصر. فقال انا خير. نقول له لا انت لم تنظر الى مهمتك و الى مهمتك. لو نظرت الى مهمتك و الى مهمتك يبقى ما بيس حاجة احفر من ايه? احفر من حاجة. كلها تمشي ايه? طيب يا والجان خلقناه من قبر من نار السموم. وان قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فاذا ثويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لأساجدين. كلمة وقع معنى ان ايه? الى كلمة مفيش اختيار. تم فليل على الانصرية الى الامر بمنتهى الايه? بمنتهى السرعة. و ايه النظر sweetheart. نظر الله ايه